سالم عمر من ليبيا يقول أم قتلت ابنها أثناء الرضاعة وهي في النوم ماذا عليها أن تفعل هل مثل من قتل أحدا في حادث سيارة سالم عمر من ليبيا بارك الله فيك بالنسبة للمرأة التي ترضع طفلها ثم استيقظت ووجدته ميتا لا بد من التفريق بين أمرين الأمر الأول إذا فعلا اعتقدت هي أو غلب على ظنها أن هذا الطفل إنما مات بسببها لأنها وجدت نفسها قد نامت عليه وخنقته مثلا نامت عليه فكتمت أنفاسه لا شك بأن هذا قتل خطأ فعليها الدية والكفارة الكفارة طبعا اعتق رقابة فإن لم تجد فالصيام شهرين متتابعين والدية لمن يرث الميت وهي تحرم من الأخذ من الدية لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس للقاتل شيء يعني من الميراث أما إذا الحالة الثانية إذا وجدت ابنها ميت بجوارها وليس هناك أثر على أنها نامت عليه أو مثلا وضعت البطانية على وجهه مثلا ولكن هكذا وجدته بجوارها ميت وليس هناك ما يدل على أنها تسببت في معلها شيء ولله الحمد والمن